حذر مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي عباس كاظم من استمرار السلوك العدواني لحليفة واشنطن بعد قصف إيران الأخير كاظم أشار إلى أن حليفة واشنطن قمت بخرق أجواء العراق للاعتداء على إيران مستنكراً عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي أي خطوات حاسمة لوقف هذا الاعتداء وبيّن أن طائرات حليفة واشنطن خرقت أجواء العراق وسيادته خلال الاعتداء على إيران مشهدداً على أن العراق لن يسمح باستخدام أجوائه وأراضيه للاعتداء على الدول الأخرى وأضاف أن مجلس الأمن الدولي مطالب بضرورة تحمل مسؤولياته ويعمل على وقف إطلاق النار في حرب المنطقة وبشكل فوري